جماعة المسلسل ده تقييمه أعلى من تقييم فيلم كازابلانك من البداية هو عشان يبقى عدان يلعيب ودي طبعا مقارنة صحية جدا ما بين عملين في نفس التصنيف بالزبط لأن فيلم كازابلانكا كان فيه شخصية اسمها المكسيكي ومسلسل سترينجر تينجز فيه شخصية اسمها لوكس على اسم لوكس بودولسكي بتاع منتخب ألمانيا اللي اتغلبت من مين في أول ماتشف كس العالم اللي فات تفكير منطقي احداث الموسم الثالث من مسلسل سترينجر تينجز بتبدأ باستعراض للأحوال اللي قالت إليها شخصياتنا جويس عايشة في سلام ولكنها حاسة بالوحدة بعد مصر عباب جيم هو كمان عايش في سلام ولكنه حاسس بنزعاج دائم بسبب العلاقة المقربة جدا ما بين أل ومايك شلت الأصدقاء أبطالنا بيكبروا وبيتحركوا في حياتهم معادة ويل اللي مش حاسس بارتياح تجاه العلاقات الرومانسية ما بين مايك وأل ولوكس وماكس ويل كمان مش حاسس بارتياح تجاه العلامات اللي بتحضروا من عودة وحشنا سالخ العقول خصوصا كمان وإن هوكينج دلوقتي فيها وحش تاني وهو مركز تجاري كبير بيقضي على المحلات الصغيرة وبيغير شكل البلد واللي مستخبي جوه المركز التجاري ده أخطر وأفزع فيا ترى إيه اللي حيحصل في موسمه الثالث مسلسل سترينجر تينجز بيصل لدرجة الإبهار في خلق توازن ما بين عاملين مهمين للنجاح مع تفادي آثارهم الجانبية العامل الأول هو عدم ترك مساحة زمنية كبيرة ما بين المواسم أوسع فجوة عندنا كانت ما بين الموسم الثاني والموسم الثالث وما وصلتش لسنتين ومع ذلك مش حاسين بأي علامات للصربعة أو اللهواجة عشان نطلع الموسم الجديد وشايفين درجة كبيرة من الإبداع والتجديد في التجربة البصرية مع تطورات متماسكة في الدراما والمغامرة والرعب والعامل الثاني هو عدم تغيير مكان الأحداث أو تشكيل شخصياتنا أي عضو جديد في فريق البطولة بيتضاف بحرص شديد جدا ومع ذلك ديناميكية العلاقات بتتغير وبتتوسع لدرجة إننا بقينا بنشوف شخصيات بتتحرك بحرية كبيرة جدا ما بين الملل والمتعة وكمان ما بين الخير والشر ده ساعد الموسم الجديد إنه يبقى لطيف ومألوف بالنسبة للمشاهدين العائدين اللي أنا منهم ومعتقدش إنه ممكن يبقى غريب أو منفر بالنسبة للمشاهدين الجدد ودلوقتي كل اللي بقينا محتاجينه هو قصة كويسة مع مستويات كافية من الترفيه والتجديد وكمان مرة الموسم الثالث من مسلسل سترينجر تينجز بيصل لدرجة الإبهار في ده من أفضل القرارات اللي اتخدت في قصة الموسم الثالث هو إعادة تفنيت الشخصيات كده تفنيت شخصيات اللي هي كوتشينا وبنفنتها زي ما قلت في البداية التشكيل لسه زي ما هو بس بقى عندنا مجموعات فرعية بعضها منطقي وبعضها مفاجئ كل مجموعة منهم مسكة طرف خيط بيجمع ما بين المغامرة والرعب وكل الخيوط دي بتوصل لمصدر تهديد واحد ورحلة كل مجموعة في كل خيط من دول ثرية جدا بالمتعة بنشوف مشاعر بتتطور وبنشوف قلوب بتتحطم بنشوف مواقف متصممة بعناية كبيرة بتستخرج ضحك من القلب وبنشوف مواقف تانية برضو متصممة بعناية كبيرة بتستخرج خضات من القلب شخصيا انا مش من كبار المعجبين بنوعية الرعب بتاع سترينجر تينجز لانه معتمد بصورة كبيرة على بعض الافكار اللي ممكن تخلي بعض المشاهد مؤرفة انا مقدر جدا حجم التجديد والابتكار في التجربة البصرية بتاعت المشاهد دي بس بتفصلني من الاحداث بتاع دقيقة او اتنين بعد كل مشهد من دول وده ببساطة ما حبتوش مع اقتناعي بان الاحساس ده مقصود عشان المشاهد يحس بقلق اكبر واكبر على مصير الشخصيات اللي بيحبها خصوصا وان التهديد المراضي كبير ومتنوع وبياخد تركيز المشاهد بالكامل لان المسلسل في الموسم ده ما بيبلغش في استخدام زوايا الغموم عندنا طبعا الغاز كتير خلال الموسم والغاز تانية بعد ما الموسم خلص كمان بس الموسم محافظ للمشاهد على متنفس من الراحة في كل حلقة بنضيف اسئلة بس برضو بنضيف اجوبة بنحس اننا عاوزين نشغل مخنا من غير ما نحس ان الموسم بيتحدانا دي اكتر حاجة باحترمها في مسلسل سترينجر تينس لانها بتمثل السبب الرئيسي اللي خلاني اتوقف عن مشاهدة مسلسلات تانية مسلسلات شكلها بيبرق من كتر الذكاء والفلسفة بينما هي بتستخدم البريق ده علشان تخبي قد ايه هي مش جذابة سواء في اعمدة الدراما او في اعمدة الترفيه اعمدة متماسكة في كل ابعادها في الموسم التالت من مسلسل سترينجر تينس معادة بعد واحد للامانة انا مش مبسوط اوي بالاداء التمثيلي في الموسم ده بقينا بنعتمد بشكل كبير اوي على قدر اللطافة والجاذبية بتاعت شخصياتنا وبتاعت علاقتهم ببعض وتحس ان الممثلين بقت اولوية عندهم انهم يلعبوا على ده اكتر من انهم يلعبوا ادوارهم ده ما بيخليهمش ضعاف او مملين هو بس بيخليهم مشاهير اكتر ما بيخليهم ممثلين افضل اداء في الموسم ده في تقديري صاحبه هو ديفيد هاربر بالعدد الكبير من الجبهات اللي شخصيته كانت بتلعب عليها واضعف اداء في تقديري صاحبته هي وينونا رايدر بتعمل حاجات غريبة اوي تعبيراتها بتروح في حتة كتير اوي ومفيش ولا حتة منهم متناسبة مع اللي بنشوفه على الشاشة او مع اللي المفروض ان شخصيتها تكون حاسة بيه بقيت الشخصيات لطاف جدا طبعا وصحبتهم حلوة بس اداءهم في الموسم الاول والتاني كان فيه تمثيل اكتر انا استمتعت جدا بالموسم التالت من مسلسل سترينجر تينجس وحبيت جدا متنفس الغموض اللي هو خلقه واتمنى انه يستمر بنفس الحجم ده في المواسم اللي جاية اتمنى كمان ان صناع المسلسل يقدروا يحافظوا على نفس المستوى من التجديد ويحافظوا كمان على نفس مستوى الابداع في عكس علامات الثقافة الشعبية للحقبة اللي ابتقع فيها الاحداث واتمنى اخيرا ان يكون عندنا تمثيل اكتر ومشاهد مؤرفة اقل تقييمي للموسم التالت من مسلسل سترينجر تينجس هو تمانية ونص من عشرة وانا حقيقي متحمس جدا للموسم الرابع واتمنى انه ما يتأخرش كتير منقشة الحلقة ما هو موسمكم المفضل من مسلسل سترينجر تينجس ياريت تساهموا برأيكم في القومنز ياريت تعملوا شار و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعوني على فيسبوك وتويتر و باي باي